في تعز يختلف شكل المعركة من جبهة إلى أخرى إلا أن طبيعة العمليات العسكرية في الريف وخصوصا في مديرية الصلو هي الأكثر تعقيدا وذلك بالنظر إلى العمق الاستراتيجي الذي تحمله هذه المنطقة ووقوعها ضمن مساحة عسكرية هي من تحدد ملامح المعركة في معظم مناطق الريف عموما وفي محافظات أخرى كلحج على وجه الخصوص المعارك العنيفة التي تتجدد بين الحين والآخر في هذه المنطقة خلفت العديد من القتلى والجرحى عقب هجوم واسع شنته قوات الجيش على مواقع تمركز قوات تحالف الانقلاب في المديرية فعلى الرغم من الهدوء الحذر الذي شهدته جبهة الصلو خلال الفترة السابقة إلا أنه بعد معارك الأيام القليلة الماضية تغير الواقع الميداني بعد إعلان قوات الجيش السيطرة على منطقة الصيار بدأ من فقر يومنا هذا تم دحر العدو المتمركز في منطقة الصيار قامت الكتيبة من اللواء 35 المرابطة في قبهة الصلو بدحر العدو وتكبدوه الخسائر الفادحة في المعدات والأرواح وتم السيطرة كاملا على منطقة الصيار وبما أن وعورة الجغرافيا هنا بالإضافة إلى طبيعة الاهتمام من قبل الحكومة الشرعية هي من تحدد واقع التقدم في مختلف جبهات تعز المتداخلة فقد كان لهذه الجبهة أن تعيش واقع كر وفر مستمر وذلك بالنظر إلى مستوى الدعم اللوجستي والعسكري المتواضع المقدم لها كما يقول عسكريون تتحدد الغاية الاستراتيجية من هذه العمليات العسكرية في كونها تسعى إلى الضغط على جبهة كريش في لحج وفرض حصار عسكري على منتصف نقيل الصلو المطل على مشارف مديرية دمنات خدير التي تعد مركز العمليات العسكرية التي تتدفق منها إمدادات الحوثيين لجبهة حيفان والأقروض وغيرها من مناطق تعز اشتركوا في القناة